أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المهمة السامية التي يقوم بها العلماء والفقهاء الذين يحملون على عطقهم مهمة أعداد الأجيال القادمة على النحو الذي يتناسب مع قدر مصر ويتواكب مع جمهوريتنا الجديدة وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر بعنوان الجوانب القانونية للتحول الرقمي والفرص والتحديات أشهد رئيس مجلس الشيوخ بدور الجامعة في رفع كفاءة المنتج الجامعي المصري ووضعه على موقع متميز على الخريطة العالمية